دلوقتي ايه المستيكس اللي الناس بتعملها فزي ما احنا اتكلمنا دي الفيزيز بتاعة الكونستركشن بروجيكس ديزاين بري كونستركشن بروكروبمنت ديبالوبمنت بوست كونستركشن انا فهمة طبعا ان فيه انواع صب يعني من البروجيكس دي وفيها الكلام ده بشكل مختلف بس غالبا هتكون تحت نفس الحاجة دي فزي ما اتفقنا ان احنا الفيزيز اللي بتتعمل على بيم الفيزيز اللي احنا كلها بتكون على صوفتوير فبنقدر ان احنا نشتغلها بشكل اجايل لانها طبعا دي الفيزيز دي بتكون محتاج فيها فيدباك بشكل عنيف جدا فيدباك بقى مع الاقسام المختلفة الكلام ده كله انتجريت مع بعضه ازاي فيدباك مع العميل فيدباك على ان احنا نراجع على الشغلة اكتر من مرة عشان نتأكد ان هو ده الابتمن بتاعنا فطبعا الحاجات دي تقدر انها تشتغل اجايل دي ميزة وعيد ميزة ان انت اه متقدر تستغل الفيزيز وتشتغل اجايل مايبقاش ما تجيش بعد الاكسيكيوشن تكتشف لاندك مشاكل تصميم فيه مشاريع كتير بتوقف خالص بسبب حاجة زي كده ان هو بيكي في الاكسيكيوشن اعتقد برضو ان احنا برضو في المرحلة الاخيرة تقدر ان انت تطبق اجايل شوية في الفينشن الفينشن بتقدر ان انت تعمل فيه اجايل لان انت بتبقى خلاص محتاجة ان انت تاخد فيدك من العميل نفسه بقى من الراجل اللي عايز تلم زي حالتي كده بخامش اي حاجة في الكونستركشن وتبدأ ان انت برضو تشوف الديزاين بتاع الفينشن ده عامل ازاي الديزاين الالوان والاشكال والديزاين نفسها بتاعت الديكور والحاجات دي كلها فدي برضو فيست تقدر ان انت تشتغل فيها اجايل وتقدر ان انت تتنفذ بسرعة علشان تشوف رأي العميل ايه والحاجات هشوفها ازاي بعين ولان خلي بالك برضو قاقعة ده عامة تقريبا في كل الحاجة العميل مش يعني اكتر حاجة بيبقى متخيل حاجة ولما بيشوف الحاجة قدامه حقيقية بيبقى التخيل ده مختلف فبيبدأ ان هو يقدر ان هو يدي التصور مختلف بتبدأ من اول ما انت بتشطى بالشقة وتشوف الالوان على الحيطة مختلف على اللي انت اخترتها في الكمبيوتر طبعا ده حاجة حصلت معنا كلنا ليه ان انت ممكن تكون بتروح تفصل هدوم فاللي انت كنت متخيله في صورة غير لما شفتها عليك سواء بابة لأوفستان او وتافر ليه السوفتوير لما بنقول اه ده احنا محتاجين نعمل كذا وتيجي تستخدم السوفتوير تحسن ما هو لا مش ده اللي مساعدين ده انا محتاجه اسرع ده انا محتاجه بشكل مختلف ده انا محتاجه اسهل ده انا مش محتاج الاسكرين دي ومحتاج اسكرين تانية فخلينا نحط في بالنا ان ده قاعدة زي ما انت كعميل بتروح للخياط او بتروح لما ترجي تتوضى بشقتك بتكتشف ان الحاجة بعد ما خلصت مختلفة عن اللي في مخيلتك اي عميل بيجي لك في اي حتة طالما هو مش فاهم بتاعة الموضوع ما عداش عليه قبل كده هيبقى عنده نفس التخيلات فلما نقدر ان احنا دايما هنفكر انا قدر اوصل للنهاية ازاي اقدر اوصل للاخر ازاي بس ما انس بوشرا مثلا قالك انا ممكن اصمم كيلو متر اشتغل على كيلو متر كيلو متر هو ممكن يكون مش محتاجه ياخد رأي العميل بس محتاج يشوف الحاجة دي لما تركب على بعضها كلها تبقى عاملة ازاي والكواليتي ومسلا نقدر ان احنا نشغل فيزز طبعا كلنا بنشوف المشاريع الكبيرة بتشتغل فيزز يعني بتشتغل فيزز فيه ان انا بسلم وحدة وحدات معينة عمرات معينة قبل ما سلم بقية الحاجات فمش مضطر ان انا سلم كل حاجة مع بعض بتشتغل فيزز ان هو مثلا بيسلم لك الوحدة وبعدين يبدأ ان هو نركب عددات غاز ومية ومش عايف ايه ده جزء ان السلايسينج على فكرة يعني لو فاصل فكرت فيها كده انا استلمت الشقة بتاعتي بس لسه فاضل شغل هو فحد بذاته vertical لوحده اقدر ان انا اخده بعدين زي مثلا عدد الغاز عدد المياه وتافر يعني بقية الحاجات دي فانا سلمت العميل ومسلا برضو اخدت منه جزء من الفلوس وهو شايف الحاجة واخدت منه فيدباك لو فيه تعديلات او فيه ايه مشكلة اه وكده وبقية الحاجات بتتسلم على الوقت هو الشغل كده ولا كده هيخلص وهياخد نفس الوقت هي الفكرة في طريقة مسمت بصيد مسمت اشتركوا في القناة